اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انا اخوكم الناصر نجاح طولت وكبرت في سفاقص خدمتي في سفاقص ونعيش انا ومرتي وزوج صغاري في سفاقص مسؤولي اكثر من عشرين سناه في الكورة ترشحت باش نكون صوتكم بارادة صادقة وشخصية قوية كما عرفتوني في التسير بكم انتم اللي تأمنوا ان السفاقص يلزم برجالها يرجع للامل وترجع للسفاقصية حقوق العيش الكريم كملنا من ان السفاقصي اللي ينجح يهج من السفاقص كملنا من ان السفاقصي ما يلقى واني يتفرد وما يلقى واني يعم كملنا من ان السفاقصي ميت بالاحياء وانا في مسلس النواب حقي وحقكم ما نيش بسلام فيه حقي وحقكم ما نيش نسكت عليه واللي يعرفني يعرفني بالباهي اللي انا في الحق ما نسكتش وبقدرة ربي في الحق ماش نفك صدقوني يا سفاقسية السفاقس هي الأولى في كل المجالات بعزتكم وخدمتكم وجهدكم نهارة الاقتراع برا اقتراع كون فخور أنك سفاقسي كون فخور أنك رقم واحد انت خب عبد الناصر نجاح رقم واحد انت خب رقم واحد عسلامة ومرحبا بيكم معاكم الدكتور معز برك الله المترشح رقم خمسة على دائرة سفاقس المدينة طبيب رئيس للصحة العمومية ناشط في المجتمع البدني باحث خبير في الجامعات التونسية اليوم تعيش عديد الدول ومنها تونس خمس تحديات استراتيجية انتشار الفساد في كل القطاعات تفشي الجهل على كل مستويات بما فيها المثقفين والعلماء ارتفاع نسبة الفقر والبطالة وتواجد الخصاصة والحاجة تنامي ظاهرة العنف اللفظي والجسدي والسلوكيات المنحرفة اليأس والقنوط اللي تفع الناس لمغادرة البلاد وحتى الحياة كخبير دولي في التطوير الاستراتيجي للانسان لحظت ان الدول الاولى في العالم اليوم كما سويسرة فنلندا سنغافورة كوريا الجنوبية كندا استطاعوا انهم يحولوا التحديات الخمسة الى خمس استراتيجيات تطويرية غيرت كل المؤشرات والمعطيات وحولتهم الى الدول الاولى في العالم على كل المستويات الخمس الاستراتيجيات هذية اولا التربية لمكافحة الفساد بنشر القيم الانسانية الاساسية من احترام تواضع صدق امانة عدل وفاء انتمال الوطن العزيز الكرم والصبر واعتمادها كقعدة دستورية للبلاد اثنين مقاومة الجهل بدهم بدعم العلم القائم مش على استعمال المعلومات وبضاعاتكم ردت اليكم ولكن بتطوير المعلومة من خلق وابداع للاصول الابتكارات والاختراعات مع زرع قيمة الجودة لدى الطالب والباحث والمدرس ثالثا لمقاومة الفقر ترسيخ ثقافة حسن التصرف الموارد البشرية والمالية واللوجيستية ودعم المنتوج الوطني تجنب التبذير اقرار الجودة كقاعدة كل مجالات مع دعم مطلق للوقاية والصيانة ولمحاربة البطالة تركيز التكوين الاكاديمي والتطوير الاستراتيجي لكل مواطن رابعا القضاء على العنف يتم عن طريق دعم المهارات السلوكية احترام الاختلاف ونشر ثقافة التسامح واخيرا اليأس والقنوط علاج الرضا بما فات واستخراج التوصيات للاخذ العبرة من الماضي والاستعداد والتفائل بما هو قات اليومة وتونس قدامها كل هذه التحديات يلزمنا نزرع الامل قبل القمح ونحول بطالتنا النفسية الى عمل واجتهاد واكيد ان مدينة سفاقس العريقة في كل هذه المجالات ما تتخلفش على هذه الانجازات مع بعضنا نصنع المستقبل لكن مش بالكلام العقيم بل بالعمل والعمل بالاستراتيجيات التطبيقية بكثير من التفائل بالخير سفاقس وكل ولاية تونس تصبح بألف خير دمتم في رعاية الله مع تحيات الدكتور معز برك الله الى اللقاء اشتركوا في القناة